يتواصل اعتصام بدأه نائبان لبنانيان في مقر البرلمان في وسط العاصمة بيروت مع انتمام وتضام النواب آخرين إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبدأ النائبان من قوى التغيير ملحم خلف ونجاة عون صليبة اعتصاما مفتوحا داخل قاعة اجتماعات البرلمان العامة للضغط باتجاه عقد جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس للبلاد وقالت النائب صليبة هذا ليس اعتصاما بل حق وواجب دستوري بان نبقى في القاعة لحين انتخاب رئيس للجمهورية ومن جهته قال النائب خلف نحن ضد النهج التعطلي ونحن نهج جديد في هذا الوطن ونؤكد لللبنانيين ضرورة عدم فقدان الامل ويأتي الفراغ الرئاسي في وقت يعاني فيه لبنان من ازمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الاسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر اشتركوا في القناة